السلام عليكم وحمد الله وبركاته ومرحبا بكم في سيسات مطبخ ام نيدال جديد لكم اليوم وصفة جديدة والتي هي النقاتين باللوس سوف نرى المقادر وطريقة تحضير وفرجة ممتعة عندي هنا وضع 100 جرام ديال سكار سانيدال 100 جرام ديالجليكوز وعندي 100 جرام ديال الماء ونحتاج ايضا 130 جرام ديال لوس كونكاسي نوضع الخالد ديال الماء والسكار والجليكوز على النار ونجعله حتى يتسليني ونحصل على كرامل في القادية العود مرة مرة نزول الخالد ديال السكار اللي يكون لطق بالجوانب اذا كما تشوفوا الخالد ديال ديال لونجال هذا الشكل سكار سانيدال رايداف مباشرة نزوله من على النار ونضيف له اللوز كونكاسي نفس الطريقة نضيف له الدجرة اضيف لكم زنجلان يعني نقدره نضيفه النوغة بالزنجلان أو النوغة باللوز ونخلطه جيد حتى تخلط لي اللوز مع الكرامل أو الخالد ديال غليكوز مع السكار ثم مباشرة نكبه هنا فوق سيليكون كما تشوفوا او لورق ديال الطهي اللي متوفر عندكم نحاول انني نكبه كامل وكنناخذ ورق ديال الطهي كننطي يعني من فوق وكنناخذ منتلك وكننحاول انني نسرحه مزيان وطبعا هاتي شي نديره بسرعة لباش ما تجمدش لنا النوغاتين ديالنا ثم نزول الورق وكنن بدن نقطعها اما نخليها تجمد يعني كتجمد لي وكننقطع يعني قطعها شوائية مثلا كتنزين بها غلاس او لا نزين بها او الليلة بغيت نحصل على اشكال يعني لمقادة مثلا دوائر كناخذ قطعها وكننبدن نقطع الدوائر ديالي دائما كتلكم بسرعة باش ما تجمدش لانها صوتوية كالجوبة وفي حالة انها جمدات ليكم يعني لاتقاسها مقدرتوش تحكمو انكم تقطعو دوائر كتتاخدوا يعني ذاك الورق ديال الطهي اللي هي فيها او لسيليكون كل القطع وكنتدخلوا الفرن في لديهم وكتدخلهم الفرن يعني حتىů تحسوو بها اه التلقات او لا يعني دابت وكتدخووو و تخرجوا وتقطع القطع ديالكم هنبغيت ناخدوهم شوية يعني متغري aman او لا على شكل توي خديث هذا المول ديال لاتوال وكننضعوهم فيه يعني هما مذايس given كي يضي something باح ياخدو ديالكم كي يدخو شوية يعني يجب ان تففروا على هذا المول يمكن ان اخذوا المدلك عادي و تضعوا على المدلك و تضعوا على المدلك و تضعوا على المدلك و تبدأ تقصح و تزولوا الراحة يجب ان تضعوا على ما يدي و تضعوا بشكل كثيرا ممكن ان تكون لدينا كدورة يجب ان تففروا بعض البقان و تقصير toys و استعملت هكذا بشكل مثل تحريطي المصطب تجربوها اعجبكم و تجربوها ولا اعجبكم فيديو لا تنسوا لايك تعليق واشتراك بالقناة و توصلوا دائما مجديد الوصفات ايضا تضم وصفتي على الفيسبوك هي شيوة امنيدال سواء بالعربية او فرنسية و مرحبا بكم دائما مصحة و راحة